السلام عليكم متابعي دراما سبورت غالباً أنا بصور فيديوهات تصفيات على سبيل المثال ممكن نصور 4 إلى 5 فيديوهات بنفس اليوم فبالتالي أحياناً بتأخر ببعض الأخبار العاجلة والأخبار الضرورية لأن كمان حابب نزل يومياً فيديو واحد فقط على قناة دراما سبورت فبالتالي هاي هي الاستراتيجية اللي بتخليني أحياناً أتأخر عن الرد ببعض الأمور خصوصاً بأن العديد من الأصدقاء بعتوا رسائل على الفيسبوك على الإنستجرام على وسائل التواصل الاجتماعي بأن منتخب كوريا الشمالية انسحب منتخب كوريا الشمالية عنده عقوبة ممكن هاي العقوبة نستفيد منها كمنتخب سوريا منتخبنا ممكن يتأهل بالمركز الثالث وبغض النظر عن أي نتيجة ومنلعب مركز الثالث كمان ومنتأهل للتجمع النهائي ومنتأهل لبطولة آسيا يعني أكيد هذا الخبر رح يكون مفرح لو هذا الأمر بالفعل صحيح وفي تقارير انحكت يعني عن هذا الموضوع ورح نرد بهذا الفيديو ورح أشرح الأمور اللي ممكن تصير في حال انسحب منتخب كوريا الشمالية وفي حال يعني بالفعل هاي العقوبة صارت أو كانت حقيقية مثل ما عم تنذكر بهاي التقارير لكن قبل ما نفوض بكل هالتفاصيل وبدي ياك تصحصح معي لأن الموضوع فيه شوية يعني دربك يعني مانو أمر سهل إطلاقا وفيها حسابات وفيها أمور معقدة قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تتفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا عب تفاصيل يا صديقي العزيز أنا متأكد أنك سمعان يعني بموضوع منتخب كوريا الشمالية وانسحابه من التصفيات الماضية هذا الأمر بظن يعني العديد من الناس حكوا عنه بوسائل التواصل الاجتماعي فبالتالي عندك معلومة وخلفية عن هذا الشيء من منتخب كوريا الشمالية انسحب بالتصفيات الماضية لكن بهاي التصفيات لا يزال منتخب كوريا الشمالية موجود لا يزال منتخب كوريا الشمالية بمجموعتنا منتخب كوريا الشمالية أكيد تواصل مع الاتحاد الآسوي وأكيد كان فيه تواصل بين الاتحاد الآسوي والاتحاد الكوري الشمالي يا ترى يا جماعة كيم جون اي اون رح تتواجدوا بالتصفيات اي نعم رح نتواجد بالتصفيات يلا خلونا نعمل قرعة طلعوا مع منتخبنا يا حلالي ويا مالي على كل حال يعني منتخب كوريا الشمالية مبدئيا موجود بالتصفيات موجود اسم كوريا الشمالية موجود بالتصفيات فأي شخص بيحكي لك منتخب كوريا الشمالية انسحب هذا الأمر يعني ما نو منطقي ممكن يعمل الانسحاب ما بتعرف شو ممكن يخطر ببال كوريا الشمالية لكن إلى الآن لم ينسحب منتخب كوريا الشمالية عقوبة على كوريا الشمالية نعم موجودة موجودة في عقوبة على كوريا الشمالية ومنعرف هذا الشيء يعني بعد التصفيات الماضية بعد التصفيات الماضية أنت لما بتعمل انسحاب بتتعرض لعقوبة هاي العقوبة منك أنت خلص يتم حزف نقاط منتخب كوريا الشمالية وكمان تتعاقب بالتصفيات القادمة التصفيات المؤهلة لكأس العالم فبالتالي منتخب كوريا الشمالية معاقب على تصفيات كأس العالم وليس على تصفيات كأس آسيا فيه فارق بين تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا والمشكلة الأساسية بأن التصفيات بآسيا مشتركة أي تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس آسيا مشتركة فمنتخب كوريا الشمالية هون ما نمعاقب لكن هون معاقب فحلها إذا بتحلها بهذا الوضع منتخب كوريا الشمالية رح يشارك بهذه التصفيات على أمل الحصول على المركز الأول والثاني وبالتالي التأهل إلى بطولة كأس آسيا منتخبنا بهذا الواقع إذا حصل على المركز الثالث هل يا ترى رح يضمن التأهل إلى التجمع النهائي كون منتخب كوريا الشمالية معاقب؟ إطلاقا ما في شيء اسمه ضمان بأنك أنت حققت المركز الثالث منتخب كوريا الشمالية معاقب فأنا بدي أتأهل إلى التجمع النهائي هذا الأمر غير موجود ما في شيء اسمه تأهل مباشر إلى التجمع النهائي كون في منتخب معاقب من المجموعة هذا المنتخب إذا تعاقب أو معاقب بتصفيات كأس العالم عم نحكي مو بآسيا تصفيات كأس العالم وهي تصفيات مشتركة ركز معي فمنتخب كوريا الشمالية معاقب لكن منتخبنا إذا حصل على المركز الثالث فرح ينافس بقية منتخبات الموجودة ببقية المجموعات أصحاب المركز الثالث يعني نحن ما رح نتأهل بشكل مباشر رح ننافس بقية المنتخبات شو رح يصير؟ رح يصير حزف للنقاط حزف نقاط المركز الأخير أو المركز منتخب كوريا الشمالية وبالتالي رح يجمعوا نقاطنا الموجودة نحن نفذنا على ماينمار أو مكاو بالزهاب والإياب سجلنا كم عدمين الأهداف تعرضنا للخسارة قدام اليابان حصلنا على ست نقاط فقط ممكن صاحب المركز الثالث بمجموعة أخرى حاصل على سبع أو ثمان نقاط بمواجهاته فبالتالي من رح يتأهل؟ صاحب المركز الثالث ببقية المجموعات يعني نحن ما بنتأهل بشكل مباشر رح يكون اعتمادنا نفس الأمر يعني لازم تعمل نتيجة إيجابية قدام اليابان ولازم تفوز بعدد كافي من الأهداف على ماينمار أو مكاو يعني عقوبة منتخب كوريا الشمالية بالتجمع النهاية أو بتصفيات كأس العالم ما رح تخلينا بشكل أوتوماتيكي نتأهل كمركز ثالث كمركز ثالث نتأهل فقط إذا نافذنا بقية المنتخبات لأن كل المجموعات رح يتم حزف آخر منتخب نقاط آخر منتخب رح يتم حزف هاي النقاط وبالتالي أنت بدك تنافس منتخب ثالث من كل المجموعات طبعا صاحب المركز الأول والتاني من بقية المجموعات بيتأهل بشكل مباشر إلا أنت وبقية المجموعات بالمركز الثالث لحتى تصير فيه عدالة أنت هون استفدت من كون من انسحاب منتخب كوريا الشمالية بقية المنتخبات اللي بالمركز الثالث رح تقول طيب منتخب سوريا استفاد التأهل وهو مركز ثالث لذلك نحنا الأمر المهم جدا بهاي المعضلة لحتى ما نفود بكل هالمتاهات والحسابات فوز على كوريا الشمالية خليك بالمركز الثاني خلي نتائجك تكون جيدة وانسى الهم انسى الهم ولا تفكر بالمركز الثالث طالما فكرت بالمركز الثالث وطالما فكرت بعقوبة كوريا الشمالية وطالما فكرت أنه يا ترى انسحب منتخب كوريا الشمالية أو لم يانسحب وانت حتى ممكن تضيع بطولة كاس آسيا لازم تفكر بالمركز الأول والتاني لحتى تضمن أنك توصل بشكل جيد إلى التجمع النهائي المركز الثالث وانتظار عقوبة منتخب كوريا الشمالية ما بيضمر لك أي شيء ما في شيء اسمه تأهل مباشر كمركز ثالث هذا الشيء لازم تأخذه بعين الاعتبار شفت عدد من التعليقات عدد من الرسائل أنه خلص نحن ضمننا التأهل منتخب كوريا الشمالية عنده عقوبة بتصفيات كأس العالم فنحن نتأهل بشكل مباشر مع المنتخب الياباني إذا فزنا على مكا وميانمار لا إذا فزت على مكا وميانمار ما رح تتأهل بشكل مباشر لأن انت هون ما طبقت العدالة منتخب انسحب من مجموعتك تنحزف جميع نقاط المنتخبات ببقية المجموعات أصحاب المراكز الأخيرة وبالتالي انت رح تنافز صاحب المركز الثالث من كل مجموعة هذا الأمر رح يصعب بعض الأمور ورح يعمل متاهة إلى الآن ما شفنا موقف الاتحاد الآسوي شفنا هاي التقارير بصراحة يعني موقف الاتحاد الآسوي مبهم حول هذا الموضوع شرح الاتحاد السوري لكرة القدم لواء التصوير هذا الفيديو مبهم لكن لازم تأخذ هذا الشيء مع película الاعتبار ما في ضمانات بالمركز الثالث بأي تصفيات بأي بطولة ما في ضمانات بالمركز الثالث وأحيانا بالمركز الثاني ما في ضمانات ليش؟ لأن إذا انسحب منتخب بيأثر على كل المجموعات بيأثر على كل المجموعات يعني ليس فقط على مجموعتنا على كل المجموعات بقية الاتحادات رح تحكي بقية الاتحادات ما رح تقبل بقية الاتحادات رح تقول استفاد المنتخب السوري فنحن ما بنرضى لذلك الأمر مؤثر على كل المجموعات وعقوبة منتخب كوريا الشمالية لازم أكيد الاتحاد الآسيوي يعطي هذا التوضيح يأكد هذا الشيء بشكل مطلق لأن عدم التوضيح كمان عم بخلينا نفوت أحيانا بمتاهة الإشاعات والأمور المضحكة يعني بتلاعين أنه خلص منتخبنا متأهل كمركز ثالث ما في هذا الشي يا جماعة منتخبك بيتأهل كمركز ثالث إذا فاز على منتخب ميانمار ومكاو بعدد كبير من الأهداف وكمان إذا عمل نتيجة إيجابية قدام اليابان لأن بقية أصحاب المركز الثالث ببقية المجموعات ممكن يعملوا النتائج جيدة وأهداف غزيرة تصور تفوز على منتخب مكاو أو ميانمار بـ 2-0 وبعدها تخسر قدام اليابان زهابوا إياك كيف ممكن تتأهل مركز ثالث للتجمع النهاية انسى الموضوع لذلك خلونا نكون واقعيين نسعى للفوز على منتخب كوريا الشمالية نشتغل على أنه منتخب كوريا الشمالية مشارك بالتجمع النهائي وبتصفيات آسيا وما منفوت بهذه المتاهات والأخبار الرائعة والأخبار الجميلة لا يا جماعة لازم نفهم القوانين بعض الأمور يعني نفهم فيها وندرسها بشكل جيد وبعدها بنحكي عنها بأننا أخبار جميلة لأن عدد من الأصدقاء عم بيبعتوا أنه عم بيبشروني بالخير من منتخبنا خلاص ضمن التأهل بمركز ثالث لا ما في شيء اسمه ضمان بمركز ثالث على كل حال هذا كل شيء حاب أحكي إن شاء الله أكون وضحت يعني لأن إلى الآن الأمور غير واضحة من الاتحاد الآسيوي غير واضحة بس عم بحكي لك عن الأمور اللي ممكن تصير إذا حصلت على المركز الثالث وإن شاء الله نحصل على المركز الأول خلوا طموحنا يكون كبير رغم تواجد منتخب لي أبداً أتمنى أعجبكم الفيديو وتكونوا بصحة وخير وسلامة ترجمة نانسي قنقر